يعني صراحة لما حكينا موضوع تغذية الأطفال قديش إنه مهم إنه إحنا نهتم بأطفال لساتهم عم ينموا بحاجة لكل المكملات الغذائية بالأغذية ولكن عم نشاهد محيطنا يعني أطفال والزواكي والحلويات والسكاكر وكل هاي الأمور رح نتحدث اليوم ما بين الممنوع والمسموح مسموح بمنطق إنه الطفل بيشتهي فكيف ممكن يتعاملوا الأباء من المرحلة اللي بلش فيها الطفل يوعى بعمر سنة ونوص إنه بده يأكل الزواكي والحلويات صحيحة يعني أنت سلطت الدوء على موضوع كتير مهم اللي هو أكل الأطفال هلأ هو في الحقيقة هما مرحلتين مرحلة من عمر سنة لثلاثة وهي المرحلة اللي هي بيكون مرحلة الطفل ببلش يمشي ببلش يدرك البيئة المحيطة وببلش يتذوق إصناف جديدة من الأكل وفي المرحلة اللي هي بعمر ثلاثة لخمس سنوات اللي هي قبل مدحلة المدرسة اللي منعتبرها مرحلة الحضونة خلينا نحكي فهدول المرحلتين كتير مهمين المرحلة من سنة لثلاثة سنين هي أهميتها تكمن إنه الطفل ما بيكون قادر يأكل كمية كبيرة من الأكل وأغلب الشكاوي الأمهات تحكي إنه أنا طفلي ما بأكل بس هو لو إجينا نحسب أو لو إجينا نشوف هو طفلها شو عم بأكل يكون عم يشب مثلا شي ثلاث كاسات حليب مع ثلاث كاسات عصير فهو خلص يعني هو شبع يعني ما في مجال إنه يأكل أو يتناول كمية أكل زيادة فيها قيمة غذائية هو بيحتاجها بهذا العمر فإحنا كتير بنحاول إنه أي شي فيه سكر نأجله لبعد عمر السنتين السكر طبعا بوشمول سكر عسل شراب الفراكتوز الموجود بالمنتجات الغذائية العسائر كونج سيراب العسائر الشوكولاتة السكاكر الكاندي أي شي نحاول نأجله طالما هو الطفل بالبيت ما نخليه يتعرف على هاي الأصناف الغذائية بهاي الطريقة هو فرصة إنه هو لما بتذوق الأكل أوكي رح يرفض الأكل طبعا طبيعي إنه يرفض الأكل بداية مقابل الشيء الزيك بالضبط فإحنا ما نعرفه على هاي الأمور ما نجيبها على البيت أو ما نخلي إخوانه كمان إنه يكلوا قدامه خصوصا بهذا العمر وبعدين هون بيكون في عنا فرصة أو مساحة إنه إحنا نخليه يجلب أصناف أكل هو مفيدة وهيك شوي شوي هدول الأطفال مع الوقت بيكون الحلويات جزء صغير من نظام أكلهم ما بيكونوا بيعتمدوا عليه هو الإشيء الرئيسي فمع الوقت راح تلاحظوا هذا الحكي إنه بيكون هو جزء صغير من هذا ومش مكافأة دائما الحلويات لا تعتبر مكافأة للأطفال ما منقول خلص تحنك وبعدين ناكل حلو هذا الإشي بيخلي إنه يعتبر الحلو كمكافأة وممكن يكتر منه فإحنا بدنا نحاول نخليه يعرف إنه هو جزء من أكلنا لكن الكمية الكتير صغيرة اللي ممكن نتناولها خلال اليوم نعم يعني أنت ذكرتي من عمر لعمر سنتين حاول نبعده عن هاي الأمور وهنا السيطرة جدا سهلة على الطفل من خلال الأم بعد عمر السنتين بعد ما يشوف أقرانه عم يأكله هذا الإشي يعني صعب ممكن إنه تمنعي الأهالي إنهم يمنعوا أطفالهم أو قدر الإمكان بتقدر الأم تمنع الأشياء الزاكي والسكاكر كمان اللي بتعطي طاقة للطفل طاقة زيادة عن الأكله خلال هاي الفترة قديش مهم إنه إحنا نعوضه من موضوع السكر يعني بنهايه هو بحاجة لسكر لجسمه لطاقة كيف ممكن إنه نعوضه إياهم قبل ما يتعرف على كل هاي الأشياء اللي هي مصنعات وفيها مواد طبعا يعني رح تحكين عنها أكتر لأصباغ الألوان كل هاي الأصيص هلأ هو ممكن تيجع باله بس هو مش من نابع إنه هو بحبها لإنه لسه هو لسه ما تعرفش عليها كتير فهو ممكن يعطي الأولوية إنه ياكل بس لما بده ييجي هو يتناولها لازم إحنا نحاول نعمله طوعية أو إحنا طول الوقت نحدسه دائما لازم نحدس الطفل ولازم إحنا نكون مثال للطفل ما منفع عن نقول له ما تشرب كولا أو ما تشرب عصير وإحنا عم نشرب عصير أصلا وعم نجيبه على البيت وعم نوزع العصير يعني بالمقابل هو الطفل شو بشوف هو شو بعمل يعني فإحنا أول إشي لازم نبدأ يعني من نفسنا إذا إحنا كتير عم ناخد حلويات مثلا كل يوم في بيوت بتاكل حلو كل يوم تشرب عصير كل يوم تشرب كولا كل يوم مشوبات طاقة فأكد الطفل رح يوع على هاي الأمور حلا إذا ما كانت موجودة وكان في صغار حوالي بتناولوها أو بشربوها ممكن إحنا نبلش نحكي للطفل نحطسه إيش فائدة الأكل المفيد إيش فائدة إيش مدار الأكل اللي فيه سكر كتير نعم يعني موضوع التوعية كبير التوعية والإش الثالث نعطيه بدائل أكيد طبعا أكيد الفواكه يعني بلنا رقم واحد فعنا فواكه أو الكيك المنزلي مثلا طبعا كيك منزلي أصلا فيه بيت فيه حليب فأنت بتعطيه هاي العناصر الغذائية عن طريق الكيك نعم طيب خلينا نحكي شوي عن موضوع الأطفال اللي بيتناولوا بعمر صغير ومتعودين عليه إيش المشاكل ممكن نواجهوها هل فيه فقدان شهية هل فيه الفرط بالحركة ناقب بالألوان والأصباغ والشبس والعصائر وهي الأمور هلأ أول شي ممكن يواجهوها هي فقر الدم وفقر الدم كمان كتير مرتبط بزيادة استهلاكهم للحليب كمان حتى وهما بنفس الوقت ما عم باخدوا أكل ثاني فعم باخدوا حليب وعم باخدوا أشياء زاكر بس فهون بصير في عندهم فقر حديد وفقر حديد كمان ناتج أنه الكالسروم عم بيحل محل الحديد بالأكل تاني شي السمنة السمنة الأطفال اللي بيكونوا سمينين وهم صغر هم أكتر ناس بيكونوا عرضة كمان رح تستمر معهم السمنة لما بيكبروا والسمنة طبعا مشاكلها سكري ومشاكل قلب حتى بالأطفال ممكن يصير في عندنا مشاكل قلب وارتفاع بالدهونيات كمان لما بيكبروا على عمر صغير وكمان السمنة مرتبطة كمان بمشاكل التنفس والربو عند الأطفال فأكيد مخاطرها كتير كبيرة الحلويات فإحنا من نحاول نلاقي لهم بدائل ممكن نعمل بشار بالبيت ممكن نعمل بطاطا إحنا نعملها بالبيت ممكن نعمل بطاطا الحلوة ممكن هلأ موسم الشمندر الشمندر كتير فيه حديد للأطفال وهو ألوان وهيك ممكن أنهم يتشجعوا عليه بسطلطة كمان نشرك الأطفال وهم بالأكل كتير مهم بمساعدة تحضير الأكل بالضبط وعلى حسب عمره شو ما كان عمره يعني مثلا سنتين ممكن يخسلك خص ممكن يخسلك خضرة ثلاث سنين ممكن يخلط لك مكونات مثلا أربع سنين ممكن يقشر بردقانة يقشر موزة فست سنين ممكن أنه يبلش يحط مقادير فإحنا كل مرتج جعية يعني للطفل حتى أنه يعرف كيف إحنا منحضر الأكل وكيف أنه رح يأكل أكل مفيد بالنهاية مش الأشياء الحلوة والزاكية أنها على طول الوقت أو أنها تكون هي ما يخذ الحيز الكبير بحياته صحيح طيب ذكرت موضوع البطاطا قديش كمان مهم أنه إحنا يعني كيف تكون البطاطا هل هي كمان لعمر كمان أقل من سنتين أنه فيها تكون مقلية مشوية مسلوقة هل الإضافات اللي بيحطوها الأهل مثل الكاتشاب الملح كل هالأمور كمان لعمر أقل من خمس سنين كيف تنصحي فيها صحيح ذكرت موضوع الكاتشاب الكاتشاب الكتير فيه سكر فيه دهون وفيه ملونات ونسبة البندورة يعني اللي فيه كتير قليلة فإحنا ممكن نعمل سوس بالبيت مع البطاطا والبطاطا إحنا ممكن كمان نعملها مثلا نسلوها شوي قبل ما إحنا نحطها بالفرن والبطاطا في كتير أشكال ممكن تحطيها مع اللحمة وتعمليها زي كرات يعني وتحطيها بالفرن مع الزيت ونشرك الطفل فيها لأنه هو رح يأكل إذا هو ساعد رح يأكل كمية أكتر مما هو إجته جاهزة كمان ما نملي له صحنه يعني ما نملي للولد صحنه نخليه ياخد لقم وهو ييجي يطلب الثانية فهو إذا بشوف الصحن كتير عنده عبق عنده بصير هذا وكمان الأم لازم تفرق بين أنه أكلها وأكله أو أكل إخوانه وأكله كل طفل بيختلف عن الطفل الثاني وكل ولد بيختلف حتى لو كانوا بنفسه العمر وأكيد كمية الأكل اللي بدهم يتناولوها رح تكون أقل من كمية الأكل اللي رح تتناولها فما تقعد تقارن فإجمالاً لولاد حجم الحصة بمقدار إبهام اليد للطفل للطفل يعني مثلاً لو كان عمره سنتين فهو بيحتاج معلقتين كبار يعني مثلاً معلقة صغيرة هي الإبهام نص الإبهام معلقة الكبيرة الإبهام كامل فهو معلقتين كبار هي الحصة الوحدة لطفل عمره سنتين فعلى الحصة يعني الحصة يعني شو مثلاً فواكه واجبة أو كي الفواكه مثلاً بيحتاج من اثنين لثلاثة باليوم نص موزة مثلاً نص كيوي نص أغرباء بس في أصول عندهم أقدر أنهم يأكلوها كاملة يعني أديش هذا الإشي هل هو مضر أنه كمان حتى الفواكه إذا أكلوها حصة كاملة هل هي مضر لهم لا بالعكس بس هي حي تعتبر حصة يعني صارت حصة يعني مش هلأ تقول لا ما أكلش إلا حبت فواكه مثلاً لا صارت يعني نغطى احتياجاته باليوم فكمية المقالي لا نحاول نغير بطريقة الطبخ بطريقة إعداد الأكل بدل المقلي ما شوي أو مسلوق بذلك ناخد الدهون من الأفوغادو مثلاً من زيت الزيتون من المكسرات نحط لهم حتى مع سندوش إذا كان عمره مثلاً فوق ثلاثة سنين وبلش ياخد مثلاً سندوش الشوكولاتة كتير بيحبوا الولاد فممكن نحط لهم معه مثلاً موز أو جوز فهذا الحكي بيساعد أنه إحنا ندخل لأوميغا ثري أوميغا سيكس اللي هو بتخليه يركز أكثر ممكن كمان الفواكه المجففة مثل طبعاً فيها حديد أكيد فيها حديد والأطفال هم خمس أضعاف بيحتاجوا حديد أكثر من الكبار نعم طيب خلينا نحكي كمان على موضوع يعني طفل ما بين سنتين لأربع سنين لخمس سنين موضوع الشوكولاتة يعني ذكرت كمان سندوشات الشوكولاتة هل هاي مسموحة كمان للأطفال هل السعرات الحرارية اللي بياخدوها من الحلويات وتحديداً الشوكولاتة هل بتعطي عندهم فرط بالحركة هل هذا الشيء له علاقة بموضوع إنه قدش تتناول كمية الشوكولاتة باليوم هل لها علاقة بالتركيز أكتر يعني بتصير السكر بارتفع بسرعة والإنسولين بارتفع بسرعة فبصير في عنا وبرد بينزل السكر فبصير في عنا عدم تركيز للطفل بتحسي بعد ساعتين خلص يعني هو تعب أو مش قادر يركز أو هيك فهاي المشكلة لكن الشوكولاتة بقدر يتناولها أكيد لكن بمقدار يعني مثلا ممكن ثلاث مكعبات مثلا شوكولاتة إنه بكفي ممكن مرر بالأسبوع مش شرط أنه يكون أو مرر باليومين مش شرط يكون يوميا يعني أنه إشي يتعود عليه حتى ما يصير عنده زي إدمان على الزواكي مثل ما عم نشوف الأطفال إنه إذا ما تناولوا في هذا اليوم أو الأهل رفضوا إنهم يشتروا لهم إنه إنت أكلت اليوم كتير بصير في عندهم العصبية والعيات والإصراح صح ونعملوا بدائل نعمل بدائل مثلا يوم أكل شوكولاتة بو كريك كيك يعني كلها بالنهاية ترتبط بموضوع تنظيم الأهل لهذا الموضوع كمان توعية الطفل صح وتنظيم الأهل لموضوع الوجبات كمان مهم يعني مثلا هلأ ممكن أنه الأهل عندهم مثلا وجبات فتور غدا عشاء هلأ هم ما يركزوا كتير أنه لازم الغداء يأكلوا قد وجبت الفتور والعشاء لازم يأكل يعني ممكن يكون وجبته على الفتور كتير نيحة وجبت على الغداء شوي أقل وجبت العشاء أقل فهذا يعني عادي يعني ممكن أنه يأخذ ست وجبات صغيرة باليوم إذا هو الطفل يعني تأسيم الوجبات أنت بتنصح بتأسيم الوجبات تأسيم الوجبات ونوع الوجبة على الأهل لكن الطفل لما يشبع أنه خلص أنه ما نشبره على الأكل عشان ما يحسوا زي حقاب طيب موضوع الأطفال صراحة أن تغذيتهم موضوع جدا واسع وكل مكمل غذاء أو كل عنصر غذائي ممكن أن نعرف أكتر إيش هي مشتقات أو إيش هي ممكن المواد اللي إحنا ومصادره حتى أنه نقدر نغذي الأطفال ممكن بحلقات أخرى وبفقرات أخرى نركز أكتر كمان على تغذيتهم بكل المرحل نشكرك جدا ست مونة شخشير أخصائي التغذية وأيضا مسؤولة تغذية عياد التغذية بمستشفى النجاح الجامعي يحدثين عن موضوع جدا مهم وهو تغذية الأطفال ما بين المسموح والممنوع وتحديدا من الحلويات ترجمة نانسي قنقر